الحارس الدولي السابق جليل زيدان في تصريح صحفي لو كنت مدربا للعراق في مباراة الأردن لتمكنت من تحقيق الفوز حتى وإن كان المنتخب يلعب بسبعة لاعبين فقط الشارع الرياضي ركز على طرد اللاعب أيمن حسين واحتفالية بأكل المنسف وكذلك ركزوا على الحكم الإيراني وجعلوا خسارة العراق هذين السببين ونسوا المدرب الإسباني في سوس كاساس أنه هو من يتحمل خسارة المنتخب العراقي وخروجه من أول دور بعد المجموعات كاساس لا يصلح لقيادة المنتخب العراقي إطلاقا لأنه يستخدم أسلوب الممرن مع المنتخب وليس المدرب وقال أنا سوف أعتمد على الشباب في المنتخب العراقي وبعدها قال العمر لا يهمني حتى لو استدعيت كبار السن مع المنتخب وكانت النتيجة بشار رسن وعلي عدنان الذين كانوا نقص مع المنتخب العراقي كاساس عديم الخبرة ولا يحقق أي شيء مع المنتخب العراقي وحتى مسألة التأهل إلى كأس العالم علينا نسيانها مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل في حديث خاص لموقع المستديرة الرياضية قائلا اللاعب حسين لوندي تجاوز مرحلة الخطر وفحص المفراس مطمئن فطور لوندي كان طبيعيا ولا يحتاج لتدخل جراحي فقط راحة لمدة يومين أو ثلاثة وستكون أموره طبيعية الدكتور علي الشلجي الطبيب المختص بمتابعة إصابة لاعب نادي الطلبة حسين لوندي أدلى بقوله الفحصات الصباحية وضح التوقف النازيف الداخلي وحالة اللاعب مستقرة ولا تحتاج إلى تداخل جراحي في الوقت الحالي وسيبقى تحت المراقبة ليوم آخر من أجل الاطمئنان على وضعه الحكم العراقي المغترب محمد الحكيم في تصريح صحفي قائلا سوف أتواجد قريبا في العراق وتحديدا في أربيل لقيادة مباراة أربيل وونهوك في الثامن من الشهر الحالي ضن مباريات دوري نجوم العراق سعادتي كبيرة ومتلهف للتواجد في بلدي الأم وبين جماهيره الحبيبة ملاك تحكيمي سويدي سيتواجد معي لقيادة مباراة أربيل وونهوك لأهمية المباراة كونها جماهيرية أعطت لي مهمة قيادة إحدى مباريات بطولة الكأس في العاصمة بغداد عائلتي من محافظة النجف الأشرف وأتمنى أن تسنح لي الفرصة لزيارتهم هناك المنافسة في الدوري العراقية تغيرت كثيرا نحو الأفضل ودخول تقنية الفيديو نقطة إيجابية تحسب لاتحاد كرة القدم العراقي المدرب العراقي أحمد عبد الجبار في حديث خاص لموقع العراق قائلا المنظومة الدفاعية في المنتخب العراقي تحتاج لإعادة نظر من كاساس هناك أسماء شبة سيكون لها مكانة مهمة في خط الدفاع في المستقبل القريب الأداء المطمئن للعراق في بطولة أسيا زرع الثقة في الجماهير ولا أعتقد أن مباراة الفلبين ستشكل عائقا للمنتخب العراقي بعد وصول الشكوى إلى رئيس الاتحاد الدولي أنفنتينو من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان بن إبراهين حول ما قاله يونس محمود بعد خسارة المنتخب العراقي أمام الأردن في بطولة أسيا أدل رئيس الاتحاد الدولي أنفنتينو بتصريح قائلا ما قاله الكتن يونس محمود بعد خروج العراق من البطولة تصريح يدل على حبه لمنتخبه ولا أعتقد يريد الإهانة برئاسة الاتحاد الآسيوي أو الشكوك في إخلاصهم للبطولة ولا اعتقد كلام يونس محمود يشكل إهانة لو تجاوز أو تهديد لكن البعض فصره بهذه الطريقة يقصد رئيس الاتحاد الآسيوي واختتم قائلا في بطولة كأس العالم وكذلك في بطولة أمم أوروبا والكثير من البطولات تحدث أمور كبيرة جدا ولا يحق لنا معاقبة اتحاد أو تقديم شكوى ضد اتحاد آخر من مثل هكذا أمور سلمان بن إبراهيم عليه أن لا يقدم شكوى عديمة الفائدة وأن هكذا أمور تحرك الكثير من الكره بين الدولتين وتتسبب في إبعاد رئيس الاتحاد الآسيوي وإذا طالب الجميع بتغير رئيس الاتحاد الآسيوي من الضروري يتم تغيره المدرب العراقي ثائر عدنان في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا كأساس يناقض نفسه بنفسه في بادئ الأمر قال إنه يريد الاعتماد على اللاعبين الشباب والآن يقول إن العمر ليس معيارا باستدعاء اللاعبين استدعاء صفاء هادي للمنتخب العراقي أكبر دليل على عشوائية كأساس أتساءل لماذا لم يستدعيه حين أصيب أمجد عطوان بكأس آسيا لا أريد أن أسيء الضم لكن أعتقد أن كأساس يتأثر في مسألة استدعاء اللاعبين ولا يختارهم وفق رؤيته الشخصية وإنما بتأثير من الآخرين نجم فريق النجف الحالي محمد قاسما في حديث خاص لموقع المستديرة الرياضية قائلا ما زلت صديرا والطريق طويل أمامي وطموح العودة للمنتخب وأن أكون أفضل لاعب في العراق في السابق كانت عندي ظروف خاصة أثرت علي لكنني أريد العودة لمستوي المعروف مصدر في الاتحاد الكويتي لكرة القدم يؤكد تعيين طاقم كويتي بقيادة عبد الله جمالي لقيادة لقاء العراق والفلبيني يوم الخميسي الواحد وعشرون من هذا الشهر في البصرة ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم الفين وست وعشرين وكأس آسيا الفين وسبعة وعشرين وصف المدرب العراقي صفاء عدنام مدرب منتخب العراق الأول الإسباني خيسوس كاساس بالمدرب العشوائي فيما أكد أن الاتحاد المحلي لكرة القدم يحتاج إلى عمل كبير كي يحقق هدف جماهير المنتخب العراقي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم الفين وستان وعشرين وينتظر أعضاء الاتحاد عودة مدرب منتخب العراق إلى بغداد من أجل عقد اجتماع يتضمن دراسة التحضيرات للاستحقاقات المقبلة وأقربها التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم الفين وستان وعشرين وكأس آسيا الفين وسبعة وعشرين وقال عدنان في تصريحات إعلامية إن الاتحاد بدأ يناقض نفسه في بادئ الأمر قال إنه يريد الاعتماد على لاعبين شباب من أجل مستقبل الكرة العراقية لكن بعدها عاد مدرب منتخب العراق ليستدعي لاعبين من الجيل السابق ليؤكد المدرب الإسباني في تصريحاته بأن اللاعب ليس بعمره وإنما بعطائه في الملعب والمباريات في تبرير لاستدعاء اللاعبين الكبار في السن مقارنة بغيرهم من اللاعبين الصغار هل مدرب منتخب العراق عشوائي فعلا؟ أضاف المدرب العراقي أن استدعاء اللاعب صفاء هادي دليل على عشوائية وتخبطات خيسوس كاساس المدرب أصبح متناقضا كما هو حال الاتحاد العراقي على سبيل المثال فإن مدرب منتخب العراق وقبل خوض بطولة كاساسيا تعروض لاعبه أمجد عطوان للإصابة وغاب عن البطولة حينها لم يستدعي صفاء هادي ما هو السبب حينها لجأ إلى استدعاء لاعب أربيل أكام هاشم الذي لا يمتلك خبرة دولية إن كان صفاء هادي لاعبا ذا خبرة وأكمل لا أريد أن أسيء ظن لكنني أعتقد أن كاساس لم يمتلك القرار كاملا في مسألة استدعاء اللاعبين فالمدرب الإسباني يتعرض لضغوط كبيرة ولا أريد ذكر الأسماء هؤلاء هم من يبلغونه بضرورة استدعاء لاعب معين على حساب آخر للأسف استراتيجية منتخب العراق غير واضحة وهذا يهدد حلم التأهل إلى كأس العالم وأشار التصفيات الأسيوية المزدوجة صعبة للغاية وجميع المنتخبات تطورت وأنا هنا لا أتحدث عن فرق المقدمة فقط إنما عن المنتخبات الأسيوية عامة لم تكون هناك مباراة سهلة للمنتخب العراقي مبينا الاتحاد العراقي بحاجة مسة إلى عمل كبير ووضع خطة واضحة المعالم كي يحقق حلم الجماهير العراقية بالتأهل إلى كأس العالم يذكر أن منتخب العراق تأهل مرة وحيدة فقط إلى نهائيات كأس العالم وكان ذلك في عام 1986 إذ أحرز الراحل أحمد راضي هدف العراق الوحيد في البطولة على مر التاريف